جاهز. فيها سئلة جدي كتير جدا عن الكورسات اللي انت محتاجها. ايه اللي انا اوصل للمستوى المتوسط ولا انا دلوقتي المستوى المفتدأ في اللغة الانجليزية وعاوز تعلم لغة الانجليزية. ايه المطلوب مني? الكورسات المفروضة اخدها. بعد كده المفروض الكورسات او الشهادات المعتمدة اللي فعلا تقول لنا بتكلم كويس واللغة عندي كويسة. وبقدر اللي انا اتشتغل باللغة اللي بتاعتي جيد امتى? وايه الخطوات اللي انا المفروضة اعملها. طيب الكورسات الانجليش بترتيب كده يا جماعة شوح لكم بالتفصيل سواء انت طالب تعلم لغة انجليزية سواء انت واحد عاوز تبدأ اصلا تتعلم لغة انجليزية. من البداية الكورسات المفروضة اخدها الحاجات اللي تشتغل عليها. والخطوات اصلا وايه كورسات اللغة الانجليزية الموجودة اللي انت محتاجها. اوكي? طيب. اول حاجة هو جينرال انجليش. جينرال انجليش هو كورس بيشتغل على مغارات اللغة اللي هما listening, speaking, reading, and writing. اللي انت زي تعرف تقرأ وتكتب. تمام? وتتكلم وتسمع وتفهم اللغة الانجليزية اللي بتتقلق قدامك دي ولي انت تسمعها مع الاجانب او اللي انت تتكلم اصلا اه اللغة. طيب. قلنا المستوى نابل كده الانجليش رابي ينقسم لمستوات اي وان اي تو بي وان بي تو سي وان و سي تو تمام? ولكن سي تو ده بتبتع نتسبيكر ده اصلا ما حدش بيوصله فمناش رابي. اوكي? هو من اي وان لسي وان. حل? اي وان ده? لهو المستوى المبتدئ. البيجينر. اوكي? انت لسه بتبدأ تتعلم لغة الانجليزية فانت بتقدم بتاخد كورس بماتيريال طبعا معينة كل حاجة ده ماتيريال. كل مستوى من دول بلا ماتيريال. كل مرحلة بتاخد اه وقت. تمام? وماتيريال معينة عشان تقدر اللي انت توصل بيها للمستوى اللغة كويس جدا. انت تقدر بتسمع تفهم اللي انت اه بتسمعه ده. اوكي? تقدر بتتكلم بالانجليش رابي تتواصل باللغة الانجليزية. طبعا بتتعرف تقرأ انجليز وبتتعرف تكتب انجليزي كويس. تمام? ده المستوى المبتدئ بتاخد الاساسيات بتعلم بقى اساسيات من الحاجات دي كلها. كده مكتملة مع بعض. اوكي? من في شخص ما كورس لسن واحدة كورس بي كل واحدة كورس ريلا. هو اسمه جينرال انجليش. انا بمارس او بايخد الحاجات دي كلها. تمام? مع بعض. تمام? عشان كله بيكمل بعض. اوكي? طيب. حلو او. اي بيجينر. اوبر اي اوبر بيجينر. اوكي? اللي انا خلاص بقى يعني ايه عرفت الاساسيات ومتأسس بس سلسة. مش بقى عرف الكلام يعني اوي. ما عنديش باردو فكابلرة كتيرة. مش ملم بكل المواضيع. تمام? بي وان بقى توصل لانت طبعا في مراحل اللغة. اوكي? طبعا كل مرحلة من دول بتاخد وقتها دي ايه? بتاخد نين شهرين لتلاتة. two to three months. اوكي? two to three months. تمام? فيش حاجة اسمها شهر. اتعلم كل الحاجة عن اللغة. لا. طبعا كل. two to three months لو كل يوم كمام? بتشغل عن نفسك كل يوم. ما تعتميتش على كورس. تمام? انا دايما بقول كده. ما تعتميتش على كورس. ال a two. طبعا من two to three months. تمام كده? من two a to three months. alright? طيب. ده اللي هو بالمبتدئ. انا كده بطور من نفسي. باشتغل عن نفسي. بعمل مجهود. بطور. كل يوم بتعلم حاجة جديدة. اوكي? عشان اوصل مرحلة دي. مرحلة دي. اللي هو ايه? المتوسط بقى. تبدأ لنا. سويا ابدا متوسط في اللغة. بي وان. برضو. in two to three months. مذاكرة وكتهاد. وشغل. اوكي? وطبعا بتعلم من اخطائك وبتركز على grammar. بتبدأ بتتعلمه صح وتشتغل عليه صح. اوكي? بعد كده بي two. اللي هو بو المتوسط. alright? upper intermediate. in english. برضو. two to three months. من الشغل والمجهود المستمرة. كل يوم تتعلم حاجة جديدة. اوكي? فهي استمرية في اللغة. استمرية. اوكي? وي سي one. two to three months. او ممكن نقول forever يعني. فالله اوش من انت محوط نفسك دايما باللغة الانجليزية. انت يعني كده كده مش مش ما مدة معينة بس احنا عشان نوصل. اهوة اجمع بقى كده. اوعد ده طبعا ال advanced اللي هو المتقدم. المستوى المتقدم. انت لو عملت ان احنين مستوى. اتنفسك. هو ده كده مستوى المتوسط. وبنفس الوقت برضو اللغة محتاجة موافسة مستمرة. يعني انت لو وقفت مرحلة مراحل دول. اوكي? مستوىك هيقل. طبيعيا. او تبراكتش هيقل. فهتبدأ برضو لما تيجي ترجع او تيجي تبدأ تزاكر تاني حتبدأ برضو من مستوى اقل شوية. اوكي? عشان تبدأ تمارس قويس. فأقول تلات شهور كل اه مرحلة. ثري ثري سيكس. سيكس خمسة شهر مستوى. زي ما بنقول لامريكان انجليش عمتا. فانت بتتكلم في خمسة شهر شهر يعني سنة ونوص تقعيبا. ممكن طبعا قالي من كده لو انت بتكثف الشغل والمجود على نفسك. تمام زي ما قلنا ممكن في ستة شهور فعلا تلاقي نفسك فعلا او ريدي في بيتو. اه مقيمة تحس اوكي? طبعا مش شغل على نفسك ومجود على نفسك. بيشتغل عليه. تمام? ده اي كورس انت بدأت تدخل عليه هو وده سواء مت تحت المستوى مع متش تحت المستوى انت بتدخل بتاخد الكورس ده. اوكي? هو ده الكورس اللي انت عاوز تعلم بيه لغة انجليزية عاوز تبدأ تتكلم عاوز تمارس ولكن امشي مع يعني مرحلة بتاعة آآ واحدة واحدة. اكي? فيش حاس ما بتنطب فيش حاس ما انا عاوز تعلم ده آآ بسورة عاوز تعلم ده بسورة. لا. هو ده مستويات بتاعته. اوكي? والمدة بتاعته. انا قلناه من سنة لسنة ونص. اللي بقى اه اكتر هي بقى على حسب انت وعلى حسب برضو مستوىك وعلى حسب الالتزام. الالتزام بتاعك الكميتمنت بتاعك لازم تبقى ملتزم. لازم تبقى يعني الفيدباك تشتغل عليه. اوكي? مع عشان تقدر تقدم بسرعة. اوكي? تلقط بسرعة. اللي ابنك بتاعك يعلم بسرعة. تمام? فستة شهور انت تقدر تتقن اللغة بتريح سألة بسيطة. فالجنرال انجليش ده طب هل بتعلم فيه كمان فوناتكس او يعني او بتعلم فيه نوت او برضو. مالفروض. فوناتكس التاعتي والاكسنت اللي انا بسمعها وبتعلمها. لازم طبعا كارها وطبعا لازم بتحسن الاكسنت التاعتي. فالجنرال انجليش ده انا بتعلم فيه بتعلم فيه فوناتكس. اوكي? بسطا انا بادهولك وموجود على القناة. اوكي? بادهولك مع جنرال انجليش. فانت بتاخد جنرال انجليش وفوناتكس في نفس الكورس. اوكي? انت مش محتاج بها بتاخد كورس منفاصل فوناتكس الواحدة هو جنرال انجليش. لما بتاخد في مكان محترم او مع حدا متخصص بتبدأ فعلا بيبدأ يوديك بمرحلة مرحلة بسهولة. اوكي? وبطريقة سهلة. تمام? وبناء على مجهودك والاستمرار بتاعتك. تمام? والاتزام بتاعك. حلوة او انا خلصت كده كورس جنرال انجليش. او انا مستوى مسلا بي تو. او بي ون او بي تو في اللغة. اوكي? وعاوز مسلا اخد بقى متطلب مني. تمام? شهادة. او او اه دحان الايلتس. او الطوفل. طيب دول امتحانات. اوكي? انا بيبقوا مطلوبين مني في مراحلة معينة من انا فمسلا في كله وخلصت كله وحضر فحيطلب مني الطوفل. طوفل تمام? يعني اختبار اكاديمي. ده بيحدد انت قوي ادي في اللغة او فعلا بتكلم انجليش. قويس في الانجليش ولا لا? ده اختبار معتمد دوليا. تمام? بطبع الناس الاكاديمية هي اللي بتاخدوا او اللي انت عصت في بس برا في الجامعة معينة فتطلب منك الطوفل عشان تعرف انت كويس في الانجليش ولا لا? او هتقدر فعلا انت تستوعب الماتيريال والمنهج اللي بالانجليش ده في الكلية ولا لا? اوكي? طيب حالان انا اضع اجيب من غير ما بقى كويس اصلا في اللغة او مستويب بي وان او بي تو او سي وان? لا طبعا. اوكي? فانت لازم تكتهد على نفسك عشان تجيب الطوفل فانت لازم او رادي تقوي نفسك في الجنال الانجليش ده والاساس. هو البداية. تمام? بعد كده بقى عاوز اخد الطوفل. تمام? هتبقى مستعد اللي انت بتحضر له. بتحضر له ثلاث شهور. بعد كده بتخدخل الامتحان بيجيب اللي انت عاوز نفس الحكاية ده للشغل بره. برضو جامعات معينة بتختاجه لو كده للهجرة. تمام? كل ده بيطلب ده هو يعني 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 هاتين مدتهم فقط. عشان كده انا ما باخدهمش مسلا وانا اقولها كلية او تانية كلية وبعد كده ما اخلص كلها هطبع ان اخده تاني. لأ. انا باخده من اين ما احتاجه? ساعة ما احتاجه اخده. اوكي? ابدأ بقول اه انا محتاج الايلتس انا مسافر فهاخد الايلتس احجزه اخد الامتحانة جبل بتاعه. شكرا. تمام? ده اقتباره في البرتش كونسل او انتهاناتهم في البرتش كونسل. او مع عهد البريطاني. في كورسات اي تاني اللغة الانجليزية? البزنس انجلش. طيب. بزنس انجلش ده لو انت كوربريشن مسلا شغل في كوربريشن او بتشتغل برا. مستوىك او ردي في اللغة ببقى كويس. مستوىك في اللغة ببقى ببقى بي وان او بي او بي تو ارسلان عشان انتا او ردي بتوصل للمرأ الناس بديه او شغل في الانجليزي بتاعك مش حلو ازاي? فانت لازم تبقى مأسس نفسك في اللغة وبدأ داخل اللغة وتبقى معا عندك خلفية كويسة عن اللغة الانجليزية وتتكلم انجلش اصلا كويس. طبعا طيب البزنس انجليش ده بقى بقده امتى او بقده يعني امتى او مين اللي بيحتاجه? بزنس انجليش جال اللي بيحتاجه الناس اللي بيحتاجه الناس اللي بشغلات شغلات ماركتنج شوف الحاجات دي بالانجليش. تمام? فلغة البيزنس بيحتاجها او بيتوصل بيها طول الوقت في الشغل بتاعه. وبتعامل مع ناس من بره اه وهكذا سواجه ومصر او بره مصر. تمام? فالبيزنس انجليش ده بتحتاجه بقى ساعتها اللي انت تطور من نفسك في اللغة البيزنس وتعلم مصطلحات واديمز في البيزنس نفسه وتستخدمها وتمارسها وتطبقها عشان تبقى اه يعني في الشغل بتاعك وتحتاجه لانت تترى مثلا فبالتالي الكورس ده مناسب للناس بتوع البزنس اللي شغالة في الماركتنج شغال في السيلز شغال في السupply chain اي بقى فيلد رغاردن تو شغال في ال اي اي ارتفاشل انتليجنس اي فيلد بقى رغاردن تو دي بزنس اي فيلد في البزنس بقى انت محتاج لغة البزنس فالكورس اي بقى مثلا اربا مصطلحات اربا شهور بتاخدهم حسن فيهم اللغة البزنس بتاعتك اوكي وتتعامل معها وطمام كتبة الايميلايات كمان والااا يعني الاكاديمية او وده مهمة جدا اه كمان لو انت بتحضر هتحتاجه كتير جدا طبعا عشان اصلا كلها لغة بزنس وادرة اعمال فانت محتاج لغة البزنس او محتاج كورس البزنس انجليش ده وده مهمة جدا واحنا بنوفره الحمد اللغة وانت اعرفت ده كده كورس بقى هذا الكورس الي احنا بنcejي قستو ميز يعني دي يعني بدعا على الاحتياج بتاعك هو بالمخصص الحاجة ديت Ellerτηir بالciażجو ميزد الحاجة دي receptor تمام فدا الكورس الي هو customiz. طبعها في كورسات تتانية ايوة في كورسات تتانية ايه هي مسلا مثلاً اللي هي الميديكال ميديكال كورسز ان انجلش. اوكي? دي بيباليها معينة انت مسلا واحد شغال في في الدكتور او شغال في المعجال الطبي وما عندكش مصطلحات كفاية للغة او انت برضو في الانجلش او جنرال انجلش ده كويس فيه ولكن ميديكال كورسز ده محتاج تتور من نفسك في او ميديكال ترمينولوجيا او ميديكال فلدي يعني. فده برضو يبالي مترية المعينة ولي كورس معين. ادي كورس. اوكي? طيب. زي ما اطلقوا برضو جماعة ال جنرال انجلش فو عشان في ناس برضو بتحتاج تقول لك انا اوز كورسي grammar انا اوز كورس مش عارفيني. الكورس جنرال انجلش تبت... already بتدريس فيه بوكابلوري. بتدريس فيه بوكابلوري لانه ما فيش انجلش من غير كرامور اصلا وما فيش تعلم انجلش من غير و اي حاجة اي حاجة بقولك عليك بيتحق عليك. بوكابلوري و جرامور. اوكي? وفناتك سيزان بقى قلنا. تمام? وي كمورسيشن. وايه? كمورسيشن كمان. الجنرال انجلش لازم كمان تمارس فيه. لازم تمارس فيه. بتعلم ليه نظري وخلاص ما فيش الكلام ده. جنرال انجلش من مش بيتمارس في الكورس وبيتمارس حتى لو سير في بيتمارس مع نفسك والستودي بلان بتلكم عليها لازم فيها ممارسة او لازم ممارسة مهمة جدا عشان دي لغة. فانت كده الكورس ده كأنه مرهوش اي لازم. تمام? فالفوكابلوري وغرامور مفيش كورس وغرامور الواحده مش هيتستفيد فيه حاجة اوي غير لما تدرس او تاخد زي ما قلتلك الانتروجيشن مع بعضه التلاتة او الاربع مهارات يبتمانوا مع بعض كده. تمام? فتتعلم وريدي فوكابلوري وغرامور تمام? وفوناتكس حسين نوت او تعقيب السلم ويطبق على دفع البرسgeme هيت عشان في الأخيب والدي كورس بعطي الافتر كورس الترجعية ده. تمام فالكورس مدته من ثري تو فور مونس. اوكي. كبراكتس بردو عشان تدع في اللي انت تستوعب كل او يعني تمارس كل المستحداثة واللي دايما بتطلع جديدة في اللغة. منتكلم فيها وموضوعها ثالفة. اوكي. ممكن كمان تتكلم في البزنس انجليش. منتكلم في في الموقف وكلها. اوكي. وهكذا يعني معظم الكلام بيبقى فيه مسلا اكتر من هندر طبيكس ناو. هندر طبيكس ميد موضوع بتتكلم عنهم بالانجليش وبتمارس فيهم طبعا مطلع لك الجوامر مستيكس الاسبال مستيكس وكمان البرونسيش مستيكس عشان تتعلم اللي انت تقول لي صح وتقول لي صح والاكسنت كمان بتتغير فيها فالكورس مهمة جدا 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 يعني تمام من اهم الكورسات اصلا بالنسبة لكورسات اللغة الانجزية لو انت بتقارن بينهم يعني. اوكي. يبقى انت كده فهمت الاحوار الكورسات. الانجليش ده انا بتعلم فيه كل حاجة عرفيا عن اللغة الانجليزية عشان اقدر اللي انا مستوية في اللغة عامة في كل المهارات ابقى كويس. بعندي مهار بعندي اللي سكيل انت بتعلم سكيل مش بتعلم يعني حاجات نظر وخلاص فايدي لغة. اوكي فبتعلم فوناتكس من اللغة بتاعيبك لازم كويس. بقى ملم بالحاجات دي كلها. فلا عاوز تبدأ لازم تبدأ من دلوتي ولازم تستفيد بالخصم اللي على الويب سايت التلاتين في المية. اوكي? من بي تو يعني انا راشرح اللي هو من بي تو. بي تو لسي وان. مش انت تجيب الكوار كويس انت هان تقيل. هان قوي. في في ماتيريال وفي في آآ شغلك جامد جدا. طيب فانت لازم بمستوىك اصلا قوي في اللغة. بتطور من نفسك في اللغة آآ فترة كبيرة واردي عبليها. طبعا? طيب. بعد كده البزنس انجليش. اوكي زي ما قلناها كستومايزد للحاجة دي بالزوف. وزواء مسلا ميديكال بقى او اي حاجة طبعا انت محتاجها بتبقى بتعرفني وباسد ان ير نيز زي ما قلنا في الكونورس او في الكورسز اللي هم نقدمها في كستومايزد على حسب اللي انت عاوزه. واللي انت محتاجه. وبعد كده الكونورس دي من افضل كورسات في ناس عم حاين يعني هات كبيرة جدا ويشوف التوصيات وي الطلابنا على الفيسبوك وعلى الويبسايت. كيف الكونورس من احلى واهمل وافضل كورسات انت تعلم منها فعلا عشان انت محتاج فعلا تتكلم فهذه الموافزة. learn by practice. practice makes progress guys. all the time. تمام? ادي كده كورسات يعني كورسات الانجلش. تمام? وفي كورسات طبعا بنقدمها لي الكيدز ان تينز. دي برضو تباليها ماتيريال طبعا لوحدها ومدة برضو محددة للكيدز وتينز. لشان طبعا لازم تنمي أطفالك وتنمي مهارات الاولاد من هم صغارين. ولو علمتهم وهم صغارين حيبقى موضوع سهل من النوم لم يكبرهم. تمام? لان طبعا من ده من اهم المهارات الاساسية دلوقتي الانجلش. بتعلموا برضو كورس جنرال انجلش. معلموا كله فيه كل حاجة بالنسبة للمهارات اللغة الانجليزية. بالنسبة للتيتشيرز. ازان انجليش تيتشير. ايه اللي انا محتاجه كانجليش تيتشير? انا مثلا دخلت كلية. والكلية اصلا على هواية. وانا اصلا ما احبش اللغة. وخلصت كلها اخدت شهادة ومعايش شهادة واركينها في البيت. يعني اه ما احبتش بها اي حاجة. بس انا محتاج دلوقتي اطور من نفسي ومحتاج اشتغل بشهادتي ومحتاج اشتغل انجليش تيتشير واشتغل في الحتة الاكاديمية. ايه اللي انا محتاجه عشان اطور من نفسي. وشهادات تمام يعني كورسات وليها شهادة. تمام? معتمدة. تفل وتسل. وي سلتة. وي دلتة. دي بقى شهادات في التدريس نفسه. شهادات في طور والتدريس نفسها اصلا كانجليش تيتشير انت عاوزت يعني الدرس بقى اطفال او اه ادلت كي كبار او صغيرين معاوزت بقى مترس وعاوزت بقى طبعا شهادات اللي لازم اقولها. مالهيش لازمها خالص. اوكي? فانت محتاج بقى لانت تتقوي نفسك اصلا. تمام? طبعا انت لازم توقعه في اللغة زي ما قلنا. بقى وليه سي وان. اوكي? ولازم بقى تقوي من نفسك من طور والتدريس نفسها منك. مش اي حد يبقى تيتشير يعني. مش اي حد يدر يعلم انجليش. او يدر يعلم عن متن اي حاجة. اوكي? كتيتشير. لازم تعملين بتغيير التدريس الحديثة. فعندلا تفل. تفل ده كورس. تمام? ممكن تاخده على فكرة. كل ده فور فري. ده تاخده. فور فري. اوكي? مش لازم اشهده كمان. هو انت اهم حاجة اللي انت تاخده كورس واللي انت فعلا انت عرف تغير التدريس من كورس وغير زي كده. التسل. موجود باردو على كورس هيرا. بدنا على منصة كورس هيرا فور فري. اوكي? وتقدر طبعا تتواصل معي كمان على الواتساب وابحثه لك. اوكي? تفل او التسل. كورسوات مهمة جدا مفيدة جدا. وفي ناس كمان تعمل فيه التدريس. فمش لازم تاخد كورس مثلا بثلاث تلاف وربع تلاف وستلاث تلاف جنيه. عشان تقدر اللي انت اوه يعني تاخده كورسوات دي كلها. اوما انت معندكش القدمة المادية. فانت تدرج تاخد لانت زي ما عملت. فيه كمان اسلطة. سلطة دي بقعي اعتبر يعني Talب او يعني مفضلة اكتر طبعا يا دا غالية جدا كلفة جدا. فانت محتاج اللي انت عشان гл проб اوصل للسلطة. فبلا crecن ببقى فيها تأخد كورسها لها اللي هو اسمه كلب او تحضير للسلطة نفسها. اوكي. او برضى دلي او بتاخد طبعا في مكان برضو يفضل عشان تبقى 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 متلتزم وبعد كده بتاخد السلطة. السلطة دي مهمة جدا لعسرة في مدازة انترناشنال. عاوز اه يعني تبقى بعدها يسمو الكارير بتاعي وعاوز اعمل بقى الكارير باث. الكارير باث بتأكد. تاخد التفل او التسل. واحنا منهم طبعا زينف. اه وتشتغل بها حاليا. تمام? وحد طبعا ما تجمع فلوس وبعد كده تشتغل او تاخد التكت تحضير السلطة. بعد كده تاخد السلطة نفسها. هي دي بقى. الشهادة العالمية ودولية طبعا عشان محتاجة طبعا في السي في بتاعك. اكي? بعد كده بقى تاخد الدلتا متاخدش الدلتا عاوز بقى انت مدرس مدرسين. تدرس بقى مدرسين نفسهم اللي هم الخارجين. الناس الخارجة بقى اللي عاوز برضو تعمل نفس الكارير باث اللي انت عاوز تعملو دا فانت تبدأ بقى بتاعك بقى مختلف يعني. اوكي جايز فهذه الكورسات اللي انت محتاجها. ده اللي انت الخطوة اللي انت محتاج تبدأها. وده الكورس الجنرال انجليش انت محتاج تبدأ وتبدأ تبدو الوقتها عشان تتغير من المستوىك وبعد كده بتشوف بقى انت محتاج ايه وبعد كده بتغضو. اكي? محتاج التوفل بقى محتاج الشهادة دي كلها. دي سهلة بقى ساعدها. اكي? ساعدها بقى يعني بتاخدها في وقتها. بس that's it. طبعا بزنس انجليش كورس. اهم حاجة طبعا. انت لو ده بس جنرال انجليش فترة. اكي? ودايما بالرشح كده. انت خلصت مسلا جنرال انجليش خلصت كورس على يوتيوب. خلصت اي كورس تمام واشتغلت على نفسك. وانت مسلا عملت اختبار تحديد مستوى نفسك. ولاقيت نفسك بي وان او بي تو. اوكي? محتاج بان انت هتماعيس. الشهادة ما تماعي كورس. مش لايحدة تمرز معا كتير. فانت لازم احتاج تاخد كورس عشان فعلا تلاقي نفسك انت او ريلي عندك اكسنت كويسة هتحسن من الحاجات دي كلها عن طريق متخصص وتديك فيدباك وتشتغل عليه. اوكي? فهذا مهم جدا جدا. عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات? وانا ان شاء الله هرد عليه وعمل عليه فيديوهات. اوكي? عشان اوضح لكم اي حاجة مش اه واضحة او بينة. اوكي? ولو عندك اه يعني او محتاجين اي حاجة من الكورس عدية. just contact me through the website. او ادخل على الwebsite. او تواصل معنا خلال whatsapp. ونبدأ مع بعض ان شاء الله كورس عد. ويتبقى خطوة كويسة جدنا بإذن الله لكل واحد فيكم. thank you so much. have a great day.